التنمر معلش لأنه الطرف التاني يا حسين بي مش معايا عندي سؤال حقيقة وانا كنت صارته من يومين ايه رأيك في غلاف مجلس الزمالك الاخير والهجوم اللي كان بشكل غريب جدا على الاهلي نفس الموقف في مجلس الاهلي وليه برضو النظر للمجلس الزمالك فقط حسين بي وليه الفيديوهات اللي بتو خروف من ايه يا حسين بيسا عايزة اقولك يا حسين بي انا وجهة نظري ان احرف لاعب في مصر الان هو شيكبالا وان شيكبالا ده حاجة ما حصلتش الحقيقة وان المختلفين يا حسين بي طبعا انا مش زنب ان انا امي او ابوي او حد يتنمر علي طبعا شيء محزن وشيء مرفوض ومدان وامنه ومعرفش بشيء ابنه يا فندم تخلص كلامي بس شيء مرفوض ومدان ولكن المحترف يا فندم انت عارف ادفع بالتي احسن فاذا لازم بينك وبينه عدوك انه وليه الحميم وما يلقاه الا الذين صغروا وما يلقاه لجه الحظ عظيم المحترف يا فندم ما يعملش كده استاذ سيد حضرتك بتقول الكلام ده في السيديو ومرتاح والامور دي كد بال حضرتك ده لاعب تحت ضغط جامد جدا بمنافس وحكم ونتيجة وإلى آخره احنا بنتكلم واحنا مرتاحين دلوقتي يا سيد بي الموقف مختلف تماما من لاعب يا فندم اللاعب المحترف اللاعب المحترف بيتمرن الكوتش بتاعه بيمرنه ازاي يلعب ويتعامل تحت ضغط حاجات من السياد ما علينا المجلة يا فندم والمادة بتاعتها بتعدي عليكم كلجنة قبل الطبع ولا انتم بتشوفوها زيكم زينا اه لا بتتراجع طبعا من رئيس تحرير انا بتكلم على اللجنة يا فندم عليكم انتم لا لا بتبقى مسئولية المسئولية التامة لرئيس تحرير طبعا زي اي جريدة تمام المهم يا سيد بي انا بس عايزة اقول لحضراتك فضل يا فندم برضو عشان برضو انتم بتقولوا ان الناد زمالك دايما في مظلوبية طب لما النادي الاهلي يتعاقب بعشرين الف جنيه على اعتراض الجماعي من الجهاز الفني على الحكام ونادي الزمالك خمسين الف جنيه على اعتراض الجماعي المتكرر يعني هو حسب ان النادي الاهلي عمل مرة ونادي الزمالك تكرر منه الاعتراض الجماعي برضو امور غريبة جدا يا سيد يعني المفروض احنا بنبص العدالة هل انت ايه رائعك في المطش يا استاذ حسين انا رائع المطش رائع من الفريقين ورائع من ادارة الحكام التنمر معلش لأن الطرف التاني احسين بي مش معايا عندي سؤال حقيقة وانا كنت صارته من يومين ايه رائعك في غلاف مجلة الزمالك الاخير والهجوم اللي كان بشكل غريب جدا على الاهلي نفس الموقف في مجلة الاهلي وليه برضو النظر للمجلة الزمالك فقط حسين بي حسين بي حسين بي حسين بي عايزة اقولك حسين بي انا وجهة نظري ان احرف لاعب في مصر الان هو شيكبالة ان شيكبالة ده حاجة ما حصلتش الحقيقة وان المخترفين يحسين بي طبعا انا مش زنب ان انا امي او ابوي او حد يتنمر علي طبعا شيء محزن وشيء مرفوض ومدان ومعرفش بشكله يا فندم خلص كلامي بس شيء مرفوض ومدان ولكن المحترف يا فندم انت عارف ادفع بالتي احسن فاذا لازي بينك وبينه عدوك انه وليه الحميم وما يلقاها الا اللذين الصبر وما يلقاها لجول حضر عظيم المحترف يا فندم ما يعملش كده يستاذ سيد حضرتك بتقول الكلام ده في السيديو ومرتاح والامور دي ده لاعب تحت ضغط جامد جدا بمنافس وحكم ونتيجة وإلى اخره احنا بنتكلم واحنا مرتاحين دلوقتي يا سيد بيه الموقف مختلف تماما من لاعب يا فندم اللاعب المحترف اللاعب المحترف بيتمرن الكوتش بتاعه بيمرنه ازاي يلعب ويتعامل تحت ضغط حاجاتنا السياد ما علينا المجلة يا فندم والمادة بتاعتها بتعدي عليكم كلجنة قبل الطبع ولا انتوا بتشوفوها زيكم زينا لا بتتراجع طبعا من رئيس تحرير انا بتكلم على اللجنة يا فندم عليكم انتوا لا 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 بتبقى مسئولية المسئولية التامة للرئيس تحرير طبعا زي اي جريدة تمام المهم يا سيد بيه انا بس عايزة اقول لحضراتي فعدالك برضو عشان برضو انتوا بتقولوا ان النادي الزمالك دايما في مظلوبية طب لما النادي الاهلي يتعاقب بعشرين الف جنيه على الاعتراض الجماعي من الجهاز الفني على الحكام ونادي الزمالك خمسين الف جنيه على اعتراض الجماعي المتكرر يعني هو حسب ان النادي الاهلي عمل مرة ونادي الزمالك تكرر منه الاعتراض الجماعي برضو امور غريبة جدا يا سيد يعني المفروض احنا احنا بنبص العدالة هل انت اي رائعك في المتش يا استاذ حسين انا رائع المتش رائع من الفريقين ورائع من ادارة الحكام